السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلبة إن شاء الله رح نسوي مراجعة للمختبر الخامس بشكل بسيط وسريع أيضا بتفاصيل مهمة يعني ما رح نسرت بالمحاضرة وإنما تفاصيل بسيطة جدا الألا وهو الوراثة المرتبطة بالجنس تعتبر هذه المحاضرة وأيضا مجاميع الدم من المحاضرات المهمة والأساسية وتعتبر الشريان والوريد الأساسي بعلم الوراثة لما فيها من معلومات وأيضا مهمة وأيضا ش تكون مفيدة بالنسبة للحياة العيومية فبالتالي خلونا نعرف على ونتعرف على الوراثة المرتبطة بالجنس بهذه المحاضرة أيضا رح ناخذ موضوع ما يسمى بالكروموسوم Theory of Inheritance اللي هي النظريات والخاصة بالوراثة الكروموسومية نحن عرفنا بالمختبرات السابقة قال منديل بأن هناك عوامل هناك فاكتر يعمل هذا الفاكتر أو العوامل الوراثية على نقل الصفات من الآباء إلى الأبناء وأيضا لم يتطرق إلى الكروموسوم وأيضا إلى الجينات فقط قال هناك بأن هناك عوامل وراثية تعمل على نقل هذه الصفات بعد ذلك إجا عالمين اللي هو ساتون وبوفيري سنة 1903 قالوا هناك موجودة مجموعة أو جين موجود وين على الكروموسوم جين موجود على الكروموسوم وأيضا قالوا بأن عدد الكروموسومات بكل كأن هي اللي تحدد الصفات وهذه النظرية هذه تعتبر من النظريات الخاطئة اللي هي في عدد الكروموسومات وذلك لأن الصفات اللي يتوارثها كثير من الآباء إلى الأبناء تكون كثيرة جدا ليست ما تقدر بهذه عدد الكروموسومات فبالتالي هذا المنطق اعتبروه خاطئ فبالتالي قال أيضا قال عدد الكروموسومات اللي هو ساتون وبوفيري هو المسؤول على نقل هذه الصفات ولكن إجا مورغان سنة 1910 وقال بأن أنا أتفق إياهم بأن جينات موجودة على الكروموسومات تعمل على نقل الصفات الوراثية ولكن ليس عدد الكروموسومات هي من تحدد الصفات ولكن أيضا قال بأن كل كروموسوم فمثلا بالإنسان 46 كروموسوم الواحد من هذه الكروموسومات تحمل مجموعة من الجينات وهذه الجينات تعمل على نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء فبالتالي ثلاثة نظريات نظرية مندل العوامل الوراثية وأيضا نظرية ساتون وبوفيري عدد الكروموسومات وأيضا نظرية المورغان المجموعة من الجينات موجودة على الكروموسومات اللي تنفصل خلال القسام الاختزالي وبالتالي يكون لنا هذه الصفات أيضا قبل هذا السلايد علينا أن نعرف بأن الطرز الوراثية للإنسان وحشرة دبابة الفاكهة بالنسبة للميض رح يكون XY وأما بالنسبة للفيميل رح يكون XX إذن أربعة كروموسومات ثلاثة منها X وواحد من يمها Y وهذه تلقائيا وأخذناها بالمختبر اللي هي بما أن الكروموسومات اللي هي أربعة الجنسية اللي هي X بالفيميل والXY بالميض فرح تكون الصفات المرتبطة على كروموسوم X أكثر من الصفات المرتبطة على كروموسوم Y ليش؟ لأن الأربعة كروموسومات ثلاثة من يمها هي عبارة عن كروموسوم X فبالتالي من هذا المنطلق رح نقسم الصفات المرتبطة بالجنس مرتبطة على كروموسوم Y وأيضا مرتبطة على كروموسوم X المرتبطة على كروموسوم Y رح تكون صفات قليلة ليش؟ لأن الكروموسوم Y يحمل جينات قليلة ومن مثال المعروف عنها اللي هو الوراثة المذكارية اللي هي فقط تظهر هذه الوراثة عند الميض حصرا فقط ليش؟ لأن هذه الوراثة مرتبطة على كروموسوم Y والكروموسوم Y فقط موجودين بالذكر فبالتالي مثاله اللي هو نمو الشعر الكثيف بما تسمى بصيوان الأذن وخير مثال عليها كما موضح بهذا الشكل هذا الشكل يوضح النمو الشعر الكثيف بصيوان الأذن فبالتالي هذه تعتبر وراثة مذكارية يعني تظهر على الذكور دون الإناث لأنها مرتبطة بكروموسوم Y هذه من المرتبطة على كروموسوم Y أما راح ناخذ هسه المرتبطة على كروموسوم X ومثالها اللي هو حشرة دبابة الفاكة لدروسوفيلا وراح ندرس بها لون العيون الحمراء والبيضاء وأيضا بالإنسان راح ندرس حالتين اللي هي العمل ألوان اللي هو الكلور بلاينس والثاني اللي هي الهيموفيلية اللي هو نسف الدم الوراثي فبالتالي راح ناخذ الأول المرتبط بكروموسوم X اللي هو الحشرة دبابة الفاكة لدروسوفيلا المورغان اكتشف الوراثة بهذه الحشرة وقال بأن هناك صفة متنحية هي تتحكم بهذه الصفات وأثماها بالصفة الوايت ونتيجة حدوث طفرة بالوايت آيز فممكن راح تكون هي المسؤولة عن هذه الصفات فبالتالي سوى تضريب لهذه الحشرة دبابة الفاكة احنا راح ناخذ التضريب حتى تكون الصورة أوضح بهذا المثال كما موضح بهذا المثال عند تهجين أنثى حمراء العين متماثلة العيون مع ذكر من حشرة دبابة الفاكة مع ذكر أبيض العيون إذن بما أن لون العيون إذن هذه صفة مرتبطة بكروموسوم X وأيضا بحشرة دبابة الفاكة كان الناتج جيل الأول أحمر العيون وعندما تركت الأفراد الجيل الأول تتزاوج فيما بينها أنتجت لنا ذكرا أبيض العيون ما الطرس الوراثية للآباء وأيضا أكمل لنا هذا التضريب إذن بما أن نجي نحل أو علما أن صفة حمراء العين هي صفة سائدة بما أن أنثى حمراء العين متماثلة العوامل إذن ذاكرها متماثلة العوامل يعني نقية وبما أن حمراء العين هي صفة سائدة إذن بما أنها أنثى إذن نرمز للأنثى كما اتفقنا XX وصفة لون العين الحمراء باللون ال-Red اللي هو ال-R capital R capital R ممتاز هذه بالنسبة للأنثى أما بالنسبة للذكر الذكر بما أنه ذكر لازم يكون XY هاي متفقين من جمه X بما أنه راح تكون صفة متنحية إذن راح يأخذ بالرمز small r نخلي ال-R على ال-Y لا ليش لأن هذه صفة مرتبطة بكروموسوم X هذه الأبوان أما عنده تكوين الأمشاج هذه الأنثى راح تكون عوامل متماثلة إذن نأخذ عامل واحد داخل قميت ليش لأن المتشابهات أما في الميل اللي هو ذكر راح يكون عاملين مختلفين إذن B راح يكون تطينا 2 قميت إذن هذا نضربه بهذا مرة وبهذا مرة وراح يطينا X capital R XR smooth وراح يطينا XR وإذن الطانة ذكر أحمر العيون والطانة أنثى حمراء العيون ولكن هجينا إذن الطانة أفراد الجيل الأول 100% أحمر العيون وعندما أيضا هذه بسلايد الآخر عندما تركت الأفراد تتزاوج فيما بينها إذن ذكر أحمر العيون وأنثى حمراء الأبوان هذه نأخذها من المثال الجيل الأول X capital R Y هذه ذكر وهذه الأنثى اللي هو X capital R XR smooth إذن هنا العوامل المختلفة إذن نأخذ عاملين Tugamite وأيذن هنا عاملين مختلف راح نأخذ Tugamite إذن نضرب هذا بهذا مرة وهذا بهذا مرة أخرى وهذا راح نضربه بهذا مرة وراح نضربه بهذا مرة إذن راح يطينا أربعة أفراد اللي هو يكون الأول أنثى حمراء العيون نقية وذكر أحمر العيون وأيضا راح يكون أنثى حمراء العيون هجينة والطانة ذكر راح يكون أبيض العيون إذن كانت النسبة هي 3 إلى 1 75% إلى 25% هذه التفاصيل نفهمها من التضريب السابق هذه يقول لك عندها تزاوج هوموزايقس اللي هو المتماثل الجينات اللي فيه ميل تكون Red Eye مع ذكر يكون White Eye راح يكون All of Spring اللي هو راح يكون Red Eye بالضبط نفس المثال السابق وأيضا لما تكون هتروزايقس الفيميل راح يطينا شنوه هالذي سنش يكون White Eye هذه بالمثال السابق توضحت أيضا حشرة ذبابة الفاكهة ولون العيون بها يكون صفة مرتبطة أو واقعة على كروموسوم X وليس واقعة على كروموسوم Y لماذا؟ لأن هذه كما ذكرناها لأن الأنثى تكون XX وأيضا XY بالذكر أيضا موجود بواحد X أيضا هذه صفة مرتبطة بالجنس عرفناها وأيضا الأنثى تكون متمثلة بالتو كروموسوم النوع X وأيضا الذكر راح يكون متمثل بـ 1X وأيضا يسمى بالهيمي زايقوس بعد ما أخذنا الصفة المرتبطة بـ كروموسوم Y اللي أخذناها النمو الشعر الكثير بصيوان الأذن وأخذنا أيضا الصفة الثانية اللي هو الصفة المرتبطة بـ كروموسوم X وأخذنا حشرة ذبابة الفاكهة لدروسوفيلا ولون العيون بها اللي هو الأحمر والأبيض وأيضا راح نأخذ المثال بالإنسان اللي هو الصفة المرتبطة بـ كروموسوم X وأيضا متمثلة بيمن بـ color blindness والهيموفيليا اللي هو عمل ألوان وأيضا نسف الدم الوراثي راح نأخذ المرض الوراثي الأول اللي هو الـ color blindness عمل ألوان العمل الألوان هو مرض وراثي أيضا يصيب تقريبا ما يسمى بـ كروموسوم مرتبطة بـ كروموسوم X وأيضا الجين المحمول عليها يكون رسس الجين اللي هو يكون بـ small c on كروموسوم X وهذه عرفناها وأيضا في هذا المرض أيضا المصاب بهذا المرض لا يميز بينه اللونين اللي هو الأحمر والأخضر بحيث الأحمر يراه أخضر والأخضر يراه أحمر فبالتالي هذه مسؤولة عنها كروموسوم X محمول لدى الإنسان فبالتالي هسا رح ناخذ الرموز الوراثية لهذا المرض أم الرموز المستخدمة حتى نحل به المسائل هذا المرض اللي هو عمل الألوان فلازم شنو نعرف ونحفظ هذه الرموز أو أجيب لكم بالسؤال مثلا النورمال فيجين شنو معناها الرؤية الصحيحة أو الطبيعية شون يكون رمزها أو مثلا الحامل للمرض فيميل ش تكون أيضا المصابة رح ش تكون بهذا الرمز فبالتالي أنتم مخيرين أما تكتبون هذه الصيغة أو تكتبون صيغة X بالفيميل XX وبالميل يكون XY أو تكتبون هذه الصيغة ما كأيش كله فبالنسبة للفيميل الجينو تايب اللي هو الطرز الوراثية أو الطرز الجينية لهذا كابتال سي هذه الخطين معناها كروموسوم XX هذه الخطين معناها XX هذه كابتال سي هذا رح يكون بالنورمال فيجين اللي هو رح يكون بالرؤية الطبيعي أو سليم ما مصاب هذه من ناحية الكابتال سي أو تكتبونها X كابتال سي X كابتال سي هذه بالنسبة للفيميل هذه بالنسبة المن بالنسبة للفيميل اللي تكون الطبيعية أو السليمة أما بالنسبة حاملة للمرض رح تكون كابتال سي سمول سي أو تكتبونها X كابتال سي X سمول سي هذه حاملة لهذا المرض أو تكتبونها كابتال سي خطين معناها XX سمول سي هذه حاملة لهذا المرض أما بالنسبة للمصابة فهي راح تحمل الصفة المتنحية اللي هو سمول سي أكس أكس سمول سي أو تكتبونها أكس سمول سي أكس سمول سي هذه الطرز الوراثية بالنسبة للفيميل المصابة بعمى الألوان أما بالنسبة للميل الميل متفقين يتمثل بأكس واي يعني يحمل على كروموسوم أكس واحد بالنسبة للطبيعي أو السليم راح يكون كابتل سي كروموسوم اللي هو هذا معناها كروموسوم أكس آي آي اللي هو الواي أو زيرو أو شو كتبونه كتبونه ماكو أي شكال معناها هذه أكس واي معناها الأكس يحمل على كابتل سي أما الواي راح يكون خالي من الجينات المصابة بعمل الألوان لأنها صفة مرتبطة بكروموسوم أكس وليس كروموسوم واي هل تكون حامل؟ لا تكون حامل للمرض ليش؟ لأن يحمل على هم ذكرناها بأنه يكون الميل أو الميل يكون هيمزايقوس شنو هيمزايقوس يحمي على كروموسوم واحد مو مثل الأنثى تحمل على كروموسومين من النوع أكس وهذه صفة مرتبطة بكروموسوم أكس فبالتالي ما يكون الذكر حامل لهذا المرض أما الذكر المصاب فرح يكون سمول سي اللي هو هذا أكس واي اللي هو بمعنى الواي لاي واي بالضبط الواي ما يكتب عليه أي شيء أو تكتبون الأكس سمول سي واي هذا بالنسبة للفيميل أو عفواً الميل المصاب هذه الطرز الوراثية لازم تحفظونها ليش؟ لأن خاف نجيب لكم مسألة نقول لكم مثلا تزوج رجل مثلا مصاب بعمل ألوان من أمرأة سليمة من الألوان فإنت حافظ هذه الرموز بمجرد ما تطبقها راح تكون المسألة الوراثية وتكون بسيطة عليك ويكون حلها بسيط جدا أما المرض الأخير والمرتبط أيضا بكروموسوم أكس أيضا يسمى بالهيموفيلية وهذا بالإنسان أخذنا بالإنسان color blindness اللي هو عمل ألوان وأيضا أخذنا الهيموفيلية النسبة الدم الوراثي وأخذنا أيضا الصفة المرتبطة بكروموسوم أكس وين بحشرة دبابة الفاكهة اللي هو لون العيون أما المرض الوراثي الأخير اللي هو الهيموفيلية بالإنسان المرتبط على الوراثة مرتبطة بكروموسوم أكس أيضا هذا أيضا يسمى بالكوين فكتوريا اللي هو نسبة إلى الحامل لهذا المرض اللي هو ملكة البريطانية وهذه الملكة البريطانية انتقل المرض إلى الأبناء لأنها حاملة لهذا المرض انتقل إلى الأبناء وأصبح الأبناء حاملين ومصابين بهذا المرض أيضا سبب الهيموفيلية أو نسف الدم الوراثي هو نقص ببروتين المسؤول عن تخثر الدم عندما يكون هذا البروتين المفقود وهو ذكرناه يسمى بالأنتي هيموفيلك فاكتور الأنتي هيموفيلك فاكتور اللي هو البروتين الثامن المسؤول عن البلود كلوتين لما يكون هذا يفقد هذا البروتين راح تبطأ هذه العملية وبالتالي راح يكون نسف الدم الوراثي نصاب بهذا الإنسان وأيضا ينتقل من الآباء للأبناء هذه متفقين بها بعالم الوراثة فبالتالي هذا المرض من الأمراض اللي قد تكون قاتلة أو مميتة خصوصا عند الفيميل لما تحمل الموروث هذه الصفة المتنحية فبالتالي النوع الأخير من هذا المرض المرتبط بالوراثة المرتبطة بالجنس والمرتبطة على الكروموسوم X هو الهيموفيلية وسبب الهيموفيلية هو نقص بالبروتين المسؤول عن البلد أما كيفية حل المسائل المرتبطة بالهيموفيلية نسف الدم الوراثي أيضا نفس الكلور بلاينس عمل الألوان عليه رموز لازم نحفظها أيضا وأيضا يصاب أيضا بيكون الحامل على الكروموسوم والصفة المسببة له هذا المرض راح تكون صفة متنحية يرسسف جين ويرمز له بالرمز H والH مأخوذ من كلمة هيموفيلية وهذا أيضا والتفقين عليها Located on X كروموسوم هذه خلصنا بنية بها زين راح ناخذ الطرز الوراثية بالنسبة للفيميل دائما الكابيتل راح يكون طبيعي أو سليم H اللي هو H يعني عن 2 خط هذه معناها X X معناها X H capital H و X capital H هذه خلصنا بنية هذه الطبيعي أو السليم السليم أما بالنسبة للنوع الثاني اللي هو X capital H X H small هذه حاملة للمرض حاملة يعني موجود هذا الجين أو الموروثة ولكن ما تظهر على على الأم أو مثلا ما تظهر على الأم ولكن أين تظهر تظهر على الأفراد أما بال X H small X H small فهذه تكون مصابة بالنسبة الدم الوراثية إذن هذه الطرز الوراثية بالنسبة للفيميل أما الميل الميل متفقين الفيميل متفقين X X وأيضا الميل X Y بالنسبة للميل اللي هو راح يكون X capital H Y ما نكتب شيء على Y ليش لأنه وراثة مرتبطة على X كروموسوم وليس مرتبطة على Y هذا راح يكون طبيعي أو سليم هل ممكن يكون كيرير لا يمكن أن يكون كيرير ليش لأن يحوي على كروموسوم واحد فقط فأما يكون مصاب أو يكون طبيعي أما X H small Y هذه راح يكون مصاب بنسبة الدم الوراثية إذن لازم نحفظ هذه الرموز حتى من يجينا مسألة نقدر نحل المسألة بكل بساطة أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة مع الشكر الجزيل لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر